بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم شفنا ازاي بنتعامل في الفيديو السابق مع المربعات او سنديق الحوارية اللي فيها الكلام ودلوقتي بنبتدي نروح لعنصر جديد من عناصر الكنفا او الرسم اللي موجودة عندي ده عشان اشوف ازاي هتعامل معه طيب اللي هو المكونات اللي قدامنا دي طيب واحنا بنتعامل ما يفضلش نبقى بعيد قوي كده يعني كده صغير فبنعمل ايه بالموس زي ما احنا اتفقنا بالويل او بالعجلة مجرد ارفعها القدام ازوقها القدام يبقى انا كده في وسط ايه عندي المكان اللي انا بستخدمه اعرف منين انا هنا الحاجة اللي عندي ظهرت اهي او مجرد اعدي كده مجرد امر الموس عليها واضغط اه يبتدي يظهر لي المستطيل اياه بنفس الازرار بتاعته يعني اقدر اكبر او اصغر اه اقدر اكبر او اصغر بالشكل ده اهو تاني اضغط واحدة كده ابتدي اتحرك بالمنظر ده اضغط برة في اي مكان وهكذا يبقى انا كده قدرت طيب اه اه ايه ده ده هنا ده المستطيل اللي انا باتكلم عليه طيب في جوا مستطيل تاني اه اللي هو ده اه مستطيل الكتابة اهو ده هنا بالشكل ده كده هو في مستطيل تاني جواه لا هو نفس المستطيل بالشكل ده كده امال ايه الازرار هنا مختلفة يا جماعة الخير هنا في حسف هنا او المفضلة هنا مكانش فيه هنا مفيش يعني تحرير. وما لقيه كلمة دي. اه انجروب. كلمة جروب مجموعة. انجروب فك المجموعة دي. ايه المجموعة? اه ما احنا عندنا يا جماعة الخير. الورقة دي عنصر. وسندوق الكتابة ده عنصر. بس احنا عم نلهب جروب عشان احركهم مع بعض ما يتفكوش من بعض خالص. اه. يبقى اروح اعمل انجروب كده اشوف ايه اللي هيحصل. اجي عند الكلام هنا. اه. اهو. اجي عند الكلام بالشكل ده كده. يبتدي اكتب بقى اللي انا عايزه. يبتدي اكتب اهو برين زي ما انا كتبت قبل كده. واقدر اختار لون الكتابة بما يتناسب شوف انا عايز انهي لون. هو طبعا اللون المناسب هو اللون ده. لكن اقدر اصغر بالشكل ده. اقدر احمله اللون اللي انا عايزه. اهو. طبعا الاسود هو الافضل اللي هيباني هنا اقدر اعمله زي ما اتفقنا. ايبقى ده? التعامل مع صندوق الكتابة. ناخد بالنا من حاجة. لو انا ضغط في النص هنا اهو. اه. طيب حرجع تاني الخطوة دي يا جماعة الخير. منين? عايز ارجع في اللي انا عملته ده. اهو. الصور اللي قلت لكم عليه. بتاع الانضو. اهو. بنرجع بالشكل ده. لما يكون هنا بيقول لي ايه? يعني السندوق ده فاضي لسه. وملقي الكتابة دي. ده مغرب بس حاجة كده هو كتبها لي. لكن ما فيش نص مكتوب فعلا. عشان كده لما بضغط في الصندوق ده كده ما بيختارش الصندوق. هو ما فيش صندوق. اساسا ده بس اعملي حيس فاضي. اه. يبقى لازم اكتب الاول. اهو. بالشكل ده. واعمل اهو. واضغط في اي مكان برا. ساعتها بقى. لما اضغط عليه. يطلع للصندوق اللي احنا تعملنا معاه قبل كده بتاع الكتابة العادي بقى. اللي هو بتاع التصغير بالشكل ده زي ما اتفقنا. اقدر اجيبه في النص. اقدر اغير اللون. اقدر اعمل اللي انا عايزه اهو. لما اقول له يعني تحرير النص. واقدر اختار اللون اللي يناسبني او اللي انا محتاج اتعامل به. خلاص? يبقى احنا كده متفقين. يبقى لما لاقي هنا مكتوب الكلمة حرجع تاني يا جماعة الخير. اهو. لما لاقي كلمة يعني اعمل اعمل ضغطين في الصندوق ده. عشان تضيف نص. اهو. هي حقيقة ضغطة واحدة بيفتح لي الصندوق ده. خلاص? يعني الكلمة اللي فاتت دي العبارة دي ده كأن الصندوق فاضي. عشان كده ما بيطلع ليش اي اختيار او اي حاجة. لما حط نص بقى موجود جواه هنا. اهو. اهو. بالشكل ده. اضغط برا اطلع برا الصندوق. اه اجي اقف هنا. اه يطلع لي بقى الصندوق. لما اقف عليه او اضغط عليه او اقشر عليه. سهل اللي نحركه بعد كده. واتعامل معاه بالطريقة العادية اللي احنا اتعلمناها. وطبعا بيتحرك لوحده يعني اقدر اشده برا كده. اه الاول ما كانش اقدر. ليه? كان في عملية جروب. ان هو معمول له جروب. اضغط على الصندوق بالشكل ده كده. ده الصندوق الخارجي اللي موجود برا. اقدر اصغره وكبره. اهو. بالشكل ده. عشان كده بلاقي ان هو بتحرك لوحده. اهو. حتى الكلام يطلع براه. فاخد بالي وانا بتعامل في هذا الموضوع بالشكل ده. ارجع تاني بقى بصوا ممكن ارجع كم خطوة. اهو. بالشكل ده. اهو. ليه? عشان الاقي انجروب. عشان ارجع اربطهم مرة تاني. طب وانا اقدر اكتب بالشكل ده هنا. اهو. اضغط عادي خالص. وابتدي اكتب. اهو. اهو. ليه عملت كده? عشان اضمن ان الصندوق ده ما يتحركش من مكانه. لما اجي احرك احرك الاتنين مع بعض. فازن لما احنا نلاقي حاجتين اه فيهم اه مرتبطين ببعض. انا ما حاولش افكهم. اللي كان ليه غرض عايز احزي في الصندوق ده. عايز اعمل اي حاجة. كده. لان انا هنا لو حزفت عملت الاتنين حيتحزفوا مع بعض. ارجع مرة تانية. في حين لو عملت بالشكل ده. وقفت عند الصندوق ده وعملت له امسح الكلام بس. لكن سبت ايه العنصر التاني. يعني دول كأنهم عنصرين ربطنهم ببعض. بالشكل ده يا جماعة الخير. اقف هنا على الورقة دي. بيقول لي دول وحدة واحدة. لما اجي اصغر واكبر. الاتنين يزاروا مع بعض ويكبروا مع بعض. احرك الاتنين يتحركوا مع بعض. يمين او يقصر زي ما انا عايز. يبقى كأنهم حاجة واحدة. طيب. وانا بتحرك هنا هصغر وابعد برة شوية بس كده. خلاص اضغط برة في اي مكان. اه. هلاحظ حاجة هنا. في حاجة تانية. اهو ده الصندوق بتاعي هنا. انتم ملاحظين حاجة. طبعا لو اقفت في اي مكان وضغطت ضغطة واحدة يفتح لي صندوق واضح اكتب فيه. بالشكل ده كده. يعني اضافة صندوق اي مكان في الكنفة. اقف فيه. هيكتب لي. اهو. انا وقفت في اي حد. لو ضغطة بسيطة خلاص. لو ضغطة بالشكل ده. وابتدي اكتب اهو. اللي انا عايزه. عشان حد هيقول لي طب اضيف مربح حواري. اهو. ضفناه بالشكل ده. واقدر اكبر الخط. اقدر احط اللون اللي انا عايزه بالبنزر ده كده. خلاص? اهو. بقى صندوق حواري. اقدر اعمله ايه? اللي انا عايز اعمل اللي انا عايزه فيه. عايز احزفه? خلاص انا حزفته. طيب. لو انتوا دققتوا شوية معي يا جماعة الخير اهو. انا رايح للحتة اللي انا عايزها. خصوصا جان بالرقم اهو. ملاحظين في ايه? في خط خفيف. مش باين. عبارة عن مربع او مستطيل. بيحيط بالمربع او الوحدة دي. اهو. اهو. ابتدأ اهو. زهر. لما ابعد مسافة محددة كده معينة. اقدر ايه اشوفه. اهو. اهو. اه. اروح على الرقم ده. وخش جوة شوية كده. الاقي الصندوق ده ظهر. اضغط ضغط واحدة. الاقي صندوق موجود. بس حلاقي اللي مكتوب هنا فيه مختلف. حلاقي دول موجودين فيه اهو. هنا لما حرك احرك كل ده بيتحرك معي. اما لايه الفرق? يبقى احنا ما خدناش بالنا. هضغط هنا مرة واحدة. هروح للصندوق ده بس. واضغط عليه. لما اجي احرك كده رقم سبعة بتحرك معنا? لا. اه. يبقى انا بحرك المحتوى. يبقى فيه صندوق تاني برة بيحيد بده. ايوة. يبقى ناخد بالنا ان فيه صندوق خفيف هنا. اعرفت منين ان فيه رقم اهو. اضغط برة في اي مكان واروح جوة الرقم ده. اصغر كده شوية. اهو بالشكل ده. واضغط مرة واحدة يطلع بالصندوق ده. اه. هنا بقى ايه الحكاية? الصندوق ده مش باين ليه? لان انا عندي هنا يا جماعة الخير انا دي هو ده بقى الخاص بالصندوق دي. بص المكتوب ايه? لما انا اه وقفت عليه الصندوق فريم. يعني فريم او اطار غير مرئي. اطار غير مرئي. اقدر اغيره من هنا? لا هنا لما حضيف. اغيره منين? من هنا. اروح هنا وخليه دايرة. اهيه بقت الدايرة دي بينه. او اخليه مستطيل. وفي خلفية لونها اهيه. او اخليه الشكل ده. كأنه اقواس. يبقى ده اختيار بتاعي انا. ميزة الانفيزبل ده ان الاطار ده موجود لكن لما اجي اعرض الناس مش هتبقى شايفة لا دايرة ولا حاجة شايفة غير حاجة. فدوما بيدي الشياكة في العرض. لو انا لسه بتمرن وعايز مش عارفة اصبت ده. لكن هو زبطه سهل يا جماعة الخير. لما انا بابقى مقرب قوي كبير اي كده انا ما بعرفش اقف عنده. مش طيله. اهو مش ما بيتعلمش. اهو. ما بيتعلمش. الله. امال اعمل ايه? اجي كده منزر من بعيد شوية. اهو? بالشكل ده. وابتدي. اشد اهو الرقم عندي اهو. اقف بعيد شوية. واروح اهو هنا. بالمنزر ده. هو الرقم ده اتقرب شوية. السندوق اهو. لابعد شوية. اه لغاية لما يظهر لي السندوق. اضغط مرة واحدة. ساعتها اقدر اكبر بقى زي ما انا عايز عشان اشوف اهو. بالمنزر ده. يبقى ازا بكبر اهو يبقى لما اجي اشتغل جوة الحاجات الصغيرة دي اكبر. ليه? عايز اه اعدل هنا مسلا والله. اه النص ده انا عايز اعدل اللون بتاعه. اهو. ايا كان بقى احط اللي انا عايز احطه. اقدر مش هيبين اللون الازرق مسلا بالشكل ده. اه. يبقى لو انا عايز اتعامل مع النص ده ما تعملش معه هو صغير كده هتعب. يبقى لازم اكبر شوية. اهو اشد الشاشة. اخليها دي في المنتصف الكنفة دي. واتكبر زي ما انا عايز. عشان اقدر اتعامل معه هذا الكتابة او هذا الصندوق اللي انا عايز اتعامل معه. وابتدي اختار اي لون انا عايز اتعامل معه. وهكذا. خلاص? انضو انا عايز اسود مرة تانية. طيب. الصندوق اللي برا ده يا جماعة الخير. قلنا بصغل كده لغاية لما يبانلي. بضغط مرة واحدة. بيطلع لي عندي هنا دليت لما انا هزفه كله. هنا في المفضلة. هنا اختار الفريم او الاطار اللي بيحيت او البرواس ده نوعه ايه? هنا زوم هنشوف نضغط نكبر كده ايه اللي بيحصل? اه بقرب على الفريم بشوفه يعني. وطبعا ده انا بعمله بالماوس او بالعجلة اللي موجودة معي. طيب. يبقى كده اتعاملنا مع النصوص الكتابة. وتعاملنا مع احد المكونات اللي موجود هنا. ونفس الشيء في كل ايه حاجة موجودة هنا. طيب. اه هنشوف بقى بعد كده كلمة منظر او الارقام المتكررة او السناديق اللي جوة بعضها دي. اهو لو انتوا لاحظتم انا جيت هنا. ده فيه برواز بيحط بيه. هنا في برواز. هنا برواز. هنا برواز. هنا برواز. هنا برواز. يبقى دول كم عنصر? ادي تلاتة واتنين خمسة. ادي ستة عناصر. والستة دول بيحط بيهم برواز برا اللي هو ده. اهو. نفس الشيء هنا. ادي الكتابة ادي واحد. ادي الصندوق التاني. ادي تلاتة. ادي اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. وبيحط بيهم الصندوق الكبير ده. اللي موجود برا دول بقى بيتعامل معهم ازاي وايه الحكاية دي ده اللي هنعرفه في الفيديو القادم ان شاء الله شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته